في صورة شهيرة لمعلم بواقف مع تلمزته وسط الحطام وخراب الحرب العالمية التانية الراجل كان واقف بيعلمهم بيأسسهم بيأسس جيل جديد بعد ما تم قذف بلاده بالقنابل الذرية الصورة دي حقيقة من أشهر الصور وأوقعها أثرا في اليابان في العالم لأن الصورة دي هي اللي رسمت مستقبل اليابان رغم الخراب والضمار قال لك اليابان هتوصل فين؟ الصورة دي قالت لك هتوصل فين في الآخر اليابان؟ بالعلم بالاعتماد على إيه؟ على الثروة البشرية اليابان ما عندهاش موارد غير الناس والناس ما تمش بنائهم إلا بالتعليم التعليم اللي بيرفع أقوام ويهمي يهوي بآخرين فإنت الحقيقة بتلاقي في مصر العكس تماما من اليابان بتلاقيها تتقاعس عن ترميم مدرسة بتشايد معسكر عسكري لا تهتم بإرسال الطلاب إلى المدارس بس فرحانة قوي بإرسال الجنود إلى الثكنات طبعا الجيش شيء مهم جدا لكن التعليم أيضا شيء مهم جدا وده اللي احنا ملقناهوش في مصر وللأسف لقناه في اليابان طب احنا ليه بنقول الموضوع ده؟ إيه الحكاية؟ الحكاية في خبر العرب الجديد في الصورة اللي هتظهر قدام حضراتكو على الشاشة أهالي شمال سيناء يبنونا مدارس أبنائهم بأيديهم الحقيقة لما قرأت الخبر قلت يا جماعة لا أكيد فيه حاجة غلط يعني مش معقول الكلام اللي بيحصل ده أكيد فيه مشكلة معينة أنتم مشو أخدين بالكم منها لكن الحقيقة لقينا لقينا أنه لا الموضوع بجد فيه مشكلة الأهالي في شمال سيناء بيبنوا مدارسهم بأيديهم بيبنوا مدارسهم بنفسهم طب إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف مع بعض مع بداية العام الدراسي تعليم متداهورة مدارس محطمة في شمال سيناء مع بداية العام الدراسي 2022-23 كان الوضع مختلف في شمال سيناء زي ما قلت الحضراتكو من أكثر محافظات مصر معاناة من الإرهاب وقوات الأمن والجيش بعض المدارس كانت محطمة تمام للأسف مع القصف مبارح في الفيديو اللي عرضتوا الحضراتكو السيسي لما قال الجيش قالت قتل عمل إيه؟ كان بيدخل يقصف القرى باللي فيها فكان فيه ناس بتموت وفيه مدارس بيتم هدمها تماما وتحطمها بشكل كبير جراء الاشتباكات ومعارك السنوات الماضية طيب نيجي الموضوعنا بقى كان فيه مطالبات من الأهالي بإعادة إنشاء المدارس يا جماعة الخير خلاص حربتوا الإرهاب آمانا إحنا معاكو إحنا مع الدولة بس ارجعوا ابنولنا بقى المدارس بتاعتنا والبيوت لكن طبعا طبعا يعني ربنا ما يقطع لهم عادة الحكومة بتاعتنا والنظام برئاسة السيسي الحكومة تقعست وما بناتش مدارس ما عملت لهمش أي حاجة وده الحقيقة أرغم الأهالي الأولاد دول إنهم يبدأوا يتحركوا بشكل فردي طب يتحركوا بشكل فردي عملوا إيه؟ في قرية اسمها نجعة الشيبانية بشمال سيناء الأهالي قرروا يبنوا مدرستين ويحوطوهم بصور من اللي هو ما بيقعش انت خلي بالك صور المدارس بتاعت الحكومة بتقع لأن الحكومة بتصرفش عليها فالأهالي هنا بتقع نجعة الشيبانية قالك لا إحنا هنبني المدرستين وهنحوطهم بصور طب ليه؟ لأن إحنا عايزين باقي الولاد اللي عندنا يكملوا تعليم اللي هم قد إيه تقريبا بقى؟ حنتكلم على تلتمائة تلميذ تقريبا من أهالي قرية نجعة الشيبانية عايزين يكملوا تعليم تلتمائة تلميذ عندنا ولاد ماتوا بنتين ماتوا الأسبوع اللي فات ومعلمة ماتت عندنا تلتمائة تلميذ في شمال سيناء في قرية صغيرة ما كانوش عارفين يكملوا تعليم فالأهالي قرروا التكفل بمصاريف البناء وإدخال الكهرباء والصرف والأهالي بدأوا يتساءلوا عن تصريحات محافظ سيناء محمد عبد الفضيل شوشة لما قال إننا هنفق ماتين واربعين مليون جنيس تصمارات في قطاع التعليم بالمحافظة عايز أقف هنا شوية عايز أقفها كويس إن احنا طلعنا الكلام بتاع الراجل المحافظ ده في عدوى في فيروس انتشر في مصر اسمه فيروس عبد الفتاح السيسي اللي هو عبارة عن إيه اللي هو عبارة يطلع أقول أي كلام وعلى الله محدش يدور ورانا فيطلع لهم معا ماتين واربعين مليون جنيس تصمارات هعملها في قطاع التعليم هو أنت حد يدور وراك؟ لا يعني ما هو آخر الموضوع إيه؟ إنه الغلابة هيروح يبنوا مدرستين على حسابهم ويحوطوهم بصورة دخلهم كهرباء ومية لكن أنت مين هيحسبك على الرقم ده؟ محدش هيحسبك طيب الرقم التاني اللي المحافظ قاله قالك نية تأسيس 22 مدرسة جديدة 22 مدرسة جديدة ما هو برضو محدش دور وراك يا رجل نجع الشايبانية عايزين مدرسة تلمت 300 عيل ولا مدرستين تلمت 300 عيل دون فأنت طبعا ما عملتش حاجة قال كمان أنه لا يستطيع ترميم المدارس المهدمة من الأساس طيب شمال سيناء فيها كم مدرسة؟ شمال سيناء فيها 269 مدرسة ابتدائي 151 مدرسة إعدادي 98 مدرسة سنوي 46 مدرسة خاصة هل الأرقام دي صعب أن الحكومة تشتغل عليها؟ هل الأرقام دي صعب أن الحكومة تعملها؟ ما أنتم معاكم 50 مليار ما تنساش بقى معاك 50 مليار من المدينة الترفيهية الجديدة في العاصمة الإدارية المدارس اللي قلناها العدد الصغير بتاع المدارس ده بيخدم حوالي 110 ألف طالب وطالبة فده العدد نتكلم على 110 ألف الجيش المصري العظيم بقيالة عبد الفتاح السيسي في 30 أكتوبر 2015 قام بتدمير خمس مدارس في مناطق الشيخ زويد العريش بحجة قربها من معسكرات الجنود فإحنا عندنا معسكرات الجنود جنبها مدارس فجر يا ابني المدارس طب يا بيه فجر المدارس وابني مدارس تانية؟ لا يا بيه عوض الناس؟ لا يا بيه أنت عايز ضهير شعبي يدعمك في حربك للإرهاب؟ برضو لا طب أنت بتهبب إيه في سيناء؟ إحنا من حرب الإرهاب طب العيال دي مش هتتعلم؟ لا مش هتتعلم طب عندك محافظ بيقول 2040 مليون راحوا فين؟ ما نعرفش يمكن خدهم عمل بيهم أي حاجة لنفسهم أنت مالك يعني أنت إيه دخلك؟ إحنا بنحرب الإرهاب في سيناء ما يصبروا ما إن شاء الله عن العيال دي متعلمت؟ 110 ألف بني آدم إن شاء الله عنهم متعلموا إيه المشكلة؟ الأكتر من كده لما الجيش هد المدارس كمان حصل تهجير عدد كبير جدا من الأهالي والطلاب التبعية توقفت كثير من المدارس عن أنشطتها واحد زايد واحد يساوي اثنين مع أنت حضرتك لما هتهد مدارس واتهجر أهالي العيال هتمشي المدارس ستبقى فضية يا إما أنت دكتها بالمدافع يا إما مدارس فضية وبالتالي الناس مش هتلقى تتعلم مش لاقي أي حاجة خالص فالوضع الحالي أنه سيناء فيه عدد كبير جدا من الطلاب تم تهجرهم مع أهليهم طبعا نعيد ونذكر في كل قضية متعلقة بالتعليم أن مصر بتنفق 2.5% فقط من ميزانياتها على التعليم نسبة لإجمال الناتج المحلي ومصر في المرتبة 53 عالميا في التعليم ما قبل الجامعي نهاية المطاف الأطفال دول لو الصورة دي من شمال سيناء والأطفال دول أو حتى لو كانت صورة تعبيرية عن الأطفال اللي في شمال سيناء السؤال هنا هم في رقبة مين مسئولية تعليمهم تقع على مين مسئولية بناء مدارس في شمال سيناء مين المفروض يعملها هقول تاني الحاجة اللي أنا بقولها من أول يوم في البرنامج ده هل دي مسئولية أنا هل مسئولية حضرتك اللي بتفرج علينا هل مسئولية الزابط الغلبان اللي قاعد بيكتب تقرير دلوقتي ولا مسئولية رأس السلطة اللي قال في مرة ما عنديش تعليم لو أنت ما عندكش تعليم أنت لو فكتلك مليون ولا اثنين ولا خمسة مليون من كلام الفارغ اللي أنت عملت صرفه وتوزعه وتبعزقه هنا وهناك كنت هتبني مدارس في سيناء وشمال سيناء وهتعمر شمال سيناء وهتخلي الولاد دول يطلعوا منتمين جدا للبلد ومنتمين جدا للجيش ومنتمين جدا لكل حاجة لكن أنا أؤكد لك أن الجيل ده طالع شايفك أنت العدو الأكبر بالنسباله أنت الخطر الأكبر بالنسباله لأنك حرموا من أهم حاجة أي طفل في سنه بيبقى محتاجها وهي التعليم ترجمة نانسي قنقر